اشتركوا في القناة قالوا امام البخاري في الادب المفرد بسند صحيح ان رجلا جاء الى ابن عباس رضي الله عنهما قال يبنى عنه رسول الله اني خطبت امرأة فابت ان تنكحني ثم خطبها غيري فرضيت فادركت من غيرة فقتلتها فهدني من تودها قال ابن عباس امك حيا قال لا قال ابن عباس تب الى الله واكثر من الاستغفار وتقرب الى الله بكل عمل صالح ما استطعت فلما خرج ابن عباس فبعه عطاء ابن يساق احده الله قال ابن عمي رسول الله لما سألته عن حياة امه قال ابن عباس والله لا اعلم عملا صالحا اقرب الى الله من برد الوالدة فقه المسألة ثمت امور يسيرة تغيب عليه ناس مع علمهم بالتقصير وعنهم يتحملون من الذنوب ما يحتملون لكن يغيب عنهم ان الله فتح ابواب التوب وشرع لعباده ان يؤوب ويتوب اليه في مثل هذه الاحاديث اظهار بيان نماكن حادي الزنق وهو واحد من عشرات الاحاديث المظهرة لكيفية ان يسعى الانسان في محو ذنبه قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ انا ادلك على ابواب الخير الصوم جنع والصدقة تدفئ الخطيئة كما يدفئ الماء الماء وصلاة الوجب في جوف الليل الاخر ثم تلأ فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعوا ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم يوفقون ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنة قال رب اوزعني ان اشكر ونعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وأن اعمل وأن اعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا نوعدون موسيقى